السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم ومرحبا ايضا بالاشخاص لأول مرة كيزوروا قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على الزل الأحمر زل اشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يقدر توصلوا بجديد كل الوصفات يوما ان شاء الله غاد نحضر معكم خبز صحي بمكونات بسيطة ونتوفر في أي منزل باش تعرفوا معي الخبز كيف حضرتوا معيكم غيرتبوا معي الفيديو إلى النهاية ودبا بسم الله على بركة الله المقادير عندي جوج كؤوس من الدقيق الأبيض دقيق ديال فورس قصتهم بكأس العنباء عندي أيضا كأس ديال دقيق لقام حصل بدقيق الفينو يمكن لكم تعودوه بالسميد الناعم لك المتوفر عندي أيضا كأس ديال دقيق ديال الشعير وعندي أيضا كأس ديال دقيق ديال البشناء أو ديال الدرا كل واحد كيف كيسمي دقيق الدورة وعندي أيضا كأس من الدقيق ديال القمحة الكامل يعني بالنخ خالة دياله ما كنغرب الهاش نهائيا دائما كنخليها في الدقيق وكنعجنها عندي ملعقة كبيرة من سكر سانيدة وملعقة كبيرة من الخامير الفورية الخميرة ديال العجينة وملعقة صغيرة من الحلبة مصحوق الحلبة وقبزها من الملحة سبا الرغبة بالنسبة للحلبة البنات دائما استعنوا بملعقة صغيرة في الخبز ديالكم عجنها هكذا كي يكلوها الأطفال ديالكم حتى أنتم ما كتنفعوا بها أيضا صحية ما تستغنوش على البنات في العجين ديالكم عندي ماء دافئ للعجن بسم الله دا باكن جمع الدقيق اللي عندي كله دو كل أنواع كاملهم قطيت تخلطوا لي جيدا مع بعضهم من بعد كلم دا نضيف الماء الدافئ وأنا كنجمع الدقيق ديالي نضيف بشوي بشي وأنا كنجمع الدقيق ديالي دائما كيف ما تنقول لكم البنات إلا بغيتوا تغلبوا على الخبز غضروه بالماء من الأول يعني من الأول أعطيو اللي عجينة ديالكم الماء هكذا كتجيكم سهلة ما كتتمحنوا فعلة فدليك لفتح حاجة كما كتشوفو معايا في الفيديو ومن بعد كتضيفو غير الشوية ديال مو كدلكوا غيجوش دقايقو هاد الخبز نهائيا ما كيحتاجش للتلك ساهل و بسيط لغيا كتعجنو وكتوجدوه وصحي كنتمنىكم تجربو هاد النوعية ديال الخبز كما كتشوفو معايا من بعد ما جمعتو ودلكتو واحد شوية دو شكلي كنحصل عليه هنا يا عندي زرية تلك التان هي اللي غادي نقرس بها الخبيزات اللي غادي نشكل دابا كمية ديال الدقيق اللي درت اعطاتني اربعات الخبيزات كما كتشوفو معايا كيكونوا متساويين الحجم كلول بهم وبالاستعانة بزرية الكتان كنفندهم فيها جيدا حتى يعني كيتفندو اليم زيان وكيعمرو بزرية الكتان كنجيب طاوة اللي كنكون مغلفها بورق الزودة كيف يمكن لكم ايضا تستعنوا غير بشي من ديل ديال التقراص كتفرشوا على البوتاجي او لا كتفرشوا على الميدة اللي كتقرسوا عليها كتبدو كتقرسوا الخبيزات ديالكم غير شوية ماشي بزاف بالنسبة لي انا ما كنقرس الخبز بزاف حتى كيولي رقيق كنخلي يعني ما بين وبين ما هو غلط ما هو رقيق من بعد ما كنتاهم تشكيل الخبيزات ديالي كنغطيهم بميل ديل ديال الخبز وكنخليهم مدة عشرين دقيقة قريبا حتى كينتفخوا ليه وكيختامرو وبالاستعانة بوحد الشفرة او لا بسكين كتكون مادية كنشكل خطوط على هاد الشكل اللي كتشوفوا معايا ومباشرة الى الفرن اللي كيكون مسبقا سخون وكل اللي سيدا كتعرف كيف الطيب في الفرن ديالها من بعد ما كيستوي ليه الخبزة هذا واشك اللي كان حصل عليه غير اللون دياله وصراحة كيشاهي كيجي ضوغي كيجي زمين زمين بزافة هذا واشك اللي دياله كيجي رطب هادي هي وصفة اليوم كانت مناتنا لإعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع أصدقائكم باش كده تعمل فائدة اكتر وهاد الخبزة اللي بنات تجربوه تجربوه بحالة النوعية ديال الخبز ما فيها بس ركا يجي رائع كما كتشوفو معايا دوي الشكل ديالهم من الوسط وبقي سخون يعني يا الله خرجتهم من الفرن كنتم منكم تجربوه وطردتو عليها الخبار ان شاء الله باللي كان وغير واحد ناصح عليكم جميع عن البنات دائما استعنوا بالعجينة استعنوا يعني في العجين ديالكم بالبودرة ديال الحلبة اراها صحية صحية وحدش